Hello my little champions, how is it going? اليوم سنأخذ مع بعض unit 5 سنتعلم فيها simple words and sentences كلمات و جمل بسيطة كده نعرفها مع بعض لنبدأ unit 5 بين وين؟ with my family with my family with my family يعني إيه؟ يعني مع عائلتي with يعني مع family معناها عائلة with يعني مع family يعني عائلة family يعني عائلة my my دي صفة ملكية معناها إن الكلمة اللي بعدها ملكي بتاعتي يعني إيه؟ يعني مثلا لما أقول my car my car معناها عربيتي my book كتابي my pencil المي الرصاص my pen المي الجاف my family يعني عائلتي طيب تعالوا كده نشوف الفاميلي بتاعتنا فيها مين؟ علشان نعرف نقولهم أول حاجة عندي father 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 يعني أب من كمان mother 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 يعني أم من كمان؟ sister 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 يعني أخت brother 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 يعني أخ grandfather 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 يعني جد ممكن كمان أقول عليها grandma خلاص كده؟ بقولهم تاني father mother sister brother grandfather and grandmother طيب شايفين الصورة اللي قدامنا دي؟ عندنا هنا في الصورة اللي قدامنا صادقنا بيقول لمامتو بيقول لها إيه؟ بيقول لها have some tea mother have some tea mother يعني إيه؟ يعني تناولي بعض الشيء يا أمي have have هنا معناها تناولي تناولي بمعنى أكلي أو شربي يبقى have بمعنى يتناول يأكل أو يشرب فبيقول لها have some tea mother يعني تناولي some tea يعني بعض الشيء some يعني بعض we tea يعني شاي mother يعني يا أمي فبتردها يبتقول له thank you honey thank you honey يعني شكرا يا هاني طيب صادقتنا هنا بتقول لجدتها please have some cake grandmother have some cake grandmother يعني إيه؟ يعني من فضلك please please يعني من فضلك have تناولي قلنا have يعني يتناولي أكل أو يشرب some cake بعض الكيك some يعني بعض we cake معناها cake أو cake grandmother يعني يا جدتي have some cake grandmother يعني تناولي بعض الكاك يا جدتي please يعني من فضلك فقلت لها thank you هانا يعني شكرا يا هانا طيب نتعلم إيه من الصورة اللي قدامنا ديه؟ أول حاجة لما بطلب حاجة لازم أبقى polite polite يعني مؤدب أو مهزب يعني أقول please please يعني من فضلك طيب لما بشكر حدا على حاجة بقوله thank you thank you thank you كاي؟ طيب وعرفنا كمان أن verb have have معناه يتناول يعني يأكل أو يشرب bravo عليكو شطار طيب لو أنت بقى واقف كده جنب ممتك وبعدين صاحبك جاه ويسألك بيقولك هو مش عارفها فهيقولك إيه؟ هيقولك من هزيه؟ مين دي؟ هو مش عارفها لما بنسأل عن حد ما نعرفوش بنقول إيه؟ بنقول من هزة أو من هزيه؟ يعني إيه؟ يعني this is my mother this is my mother this is my mother this is my mother يعني هزيه أمي this is هزيه تكون أو هذا يكون this is my mother هزيه أمي this is my mother هزيه أمي طيب إيه رأيكم نلعب اللعب دي مع بعض who is this? this is my father who is this? this is my brother who is this? this is my sister who is this? this is my grandfather who is this? this is my grandmother ودلوقتي جه وقت الفونكس التو لادرز اللي هناخدهم النهاردة هم ال-F وال-T ال-letter F و-letter T وعرفين طبعاً إن letter F الساون بتاعه تosion tell طيب نشوف مع بعض كلمات على letter F عندي مثلاً فادي فادي فاظر فاظر فلاج فلاج يعني علم family family عائلة شطار طيب لادرتي تشوف كده عليها كلمات ت ت تي في ت تري شجرة تي شي ودلوقتي بعد ما عرفنا لادر تي و لادر اف و عرفنا الساونز بتاعتهم هنتعلم حاجة جديدة لاتس بي بولايت لاتس بي بولايت يعني ايه يعني خلينا نكون مؤدبين او مهزبين عايزين نبقى مهزبين في نفسنا كده طيب مهزب يعني ايه يعني بولايت 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 مهزب او مؤدب يعني بولايت بولايت طيب عندي كمان help 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 يعني يساعد help يعني يساعد لما أقول لحد يساعدني بقوله help me help me help me طيب عندي كمان please 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 يعني من فضلك لما بطلب حاجة من حد بطلبها بسلوب مؤدب بقوله please please يعني من فضلك لما بشكر لحد بقوله thank you thank you thank you يعني شكرا عندي كلمة water يعني مية أو water يعني مية لما بطلب من حد مية أو بدل حد مية علشان يشرب يبقى احنا تعلمنا في unit 5 عرفنا my family يعني عائلتي وعرفنا ان بابا يعني father ماما يعني mother أخويا يعني brother أختي يعني sister جدي يعني grandfather أو grandpa جدي يعني grandmother أو grandma وعرفنا letter T و letter F وعرفنا بنطقهم ازاي T F F F F وخلنا أمثال على كده قلنا TV tree father family لما بطلب حاجة من حد بقوله please please علشان أنا polite مؤدب لما حد بيامل لحاجة بقوله thank you thank you يعني شكرا وعندي verb have verb have معناه يتناول يأكل أو يشرب طيب لما في حد ما عرفوش وعايز أعرف هو مين بقول من هذا أو من هذه يعني who is this who is this لما بجاو بقول this is وقول اسمه يعني مثلا this is my father this is my mother this is my sister وهكذا this is everything in unit 5 أتمنى تكونوا مستفدتوا واستمتعتوا thanks for watching good bye